مهرجا موازن والله هم وحشوني اكتر زي ما انت شايف وبقى لي فترة ما جتش فمحضر اغاني كتير محضر في يعني مواهب جديدة ان شاء الله هقدمهم معايا من المغرب عاملين اغنية عن السلام وعن الخير هم في جمعية محبي تامر العمال الخيرية اشنو هدون في النانا مغربة هيكونوا معاك في الحفل هيغنوا معاك اه صعيدين بس هم هنا معروفين جدا وماشاء الله يعني ليهم جمهور بس هم عاملين اغنية عن السلام تحت مظلة الجمعية الخيرية محلي محبي تامر وان شاء الله نسمعهم بازن الله هاد البروغرام طالع في تلفزيون المغربي انت يا غادي نحل واحد قوس صغير وغادي نسدود غياء الغياء القوس غنفتحه ونقول لك اولا مبروك زواج ديالك مع الفنانة كانت فنانة ده بصافي اعتزلت صافي هي اللي بغت ولا تامر جلا تجلسي في البيت وتقابل لولاد احنا الاتنين اتفقنا على كده رب انا يكرمها ويخليها ليا رب انا بتشرف ان انا ان انا حبيت وارتبطت بانسانة عظيمة وام بنتي تاليا تاليا الله يخليها لك تاليا امين يا رب وبتشرف ان هي من الارض العظيمة تاليا اليك برات وبغى تدخل العالم الغيناء تامر حسني غيخليها هو والام دياله لأ باسمة لأ لأ علاج الكارير صعب وفي حروب وفي اشعاعات فهي يعني انا راجل وبعاني من كل ده بس ربنا معايا دايما بس هي يعني ما حبش انها تخش في الحروب دي كلها الموضوع اصلا ما بقاش نفسي يرجع تاني يبقى فن فن كل واحد بيقدم فن و بيركز في شغل و ما بيركزش مع الاخرين وكل واحد يحب الخير لأخوه التاني المطرب ويتمنى له الخير وينجح ولما ينجح يفرح له فانا اتمنى الروح دي ترجع تاني بس انا ما حبلهاش ان هي تخش المجال دا انا عنصد القوص لسعودته يعني نعم انا تكلمت على الاشاعات والحروبات وكل شي علش تامر حسني بالضبط علش الناس ديما تطلعوا لك اشاعات علش ديما انت يتابعينك شنو المشكل شنو المشكل في نظرك فينا هو المشكل واشكالي الناس اللي تتحاربك من الخفاء يعني في الوسط الفني ولا ناس هكدك ما تيبغيوكش لله شنو هقولك حاجة احيانا يعني هي دي مش ظاهرة اول مرة تسمع عنها اكيد اي فنان ربنا بيكرمه وبيتميزه وبيبقالي مكانة خاصة في قلوب الجمهور اكيد بيحصل في غيرة فنية ما بينه بين فنانين وجمهورهم فدي ده شيء طبيعي بس اللي يعني اللي ربنا عوضني به من ناحية التانية علقد ما فيه ناس بتحاربك وفيه ناس ما بتفرحش للخير ليك علقد ما فيه اضعف 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 هم زي ما انت شايف هم مش مجبرين يجوا النهاردة غير الحب الحب ده حاجة من عند ربنا محدش يقدر يتدخل فيها نهائي ناس تسأل ليه كده اش معنى يعني الحب ده حاجة من عند ربنا اللي مش فاهم لازم يفهم ان دي حاجة من عند ربنا فانا بشكر ربنا على الهداية العظيمة دي كلها وبجد انا بحبهم دي حاجة محدش يقدر يكذب فيها او يمثل فيها هم عارفين ان انا بحبهم عشان كده بيحبوني نفس الحب الصادق المتبادل دي تامير حسني تبارك الله شفناك في دي ديو مع شاقي في قطعة سمايل وشفناك مع سنوب دوغ بسي سيد هالتوجه ديالك انت تبارك الله فنان عربي مش هو العالمية مع رموز الموسيقى العالمية يعني باش تفتح باب اخر و تقول انا موجود وعندي طاقات وعندي ما نقول في الموسيقى العالمية بالزبط انا الحمد لله يعني احلامي ملهاش سقف هدود اه ما بحبش يعني طول ما انا عايش بحلم وبحاول ان انا نفذ احلامي وبسع وراها وما ببصش لأي حاجة غير ان انا احقق احلامي وامشي الخطوات وبص الخطواتي واشوف ما عملتش ايه واعمل ايه وطبعا نفسي انشر الفن العربي وموسيقان الشرقية للعالم كله حتى يعني اغنيتي مع الفنان العالمي ايكون هم غني فيه كوبلي بالعربي بالعربي نعم حتى الناس لما تسمع مش هتصدق ان ده يعني ازاي مغني كده لاني عادت معا فترة احفظه الاكسنت العربي لغاية ما نطق بشكل لان انا نفسي اه احنا العالم كله لازم يبقى واحد انا اغني انجليش وانتوا اتغنيوا عربي عربي فاهمي انا اغني عربي وتغنوا انجليش يبقى الحياة واحدة لان ما شكناش الموسيقى توحد شعوب فنانين بيغنوا اللغة العربية لا مش موجود فده كان جديد حتى سنوب دوك بيغني في اغنية اسمها سيسايد سيسايد دي حاجة في الكولتشر العربي نعم شخصية يعني عربية بحتة نعم ان هو يعرف ده ويتعرف عليها نعم بيتبول ما غني معها اغنية اسمها ريبيون نايت نعم يعني فارس العربي نعم وامر في الول وثاني شفناك كدلك في مسلسل آدم كانش حاجة جديدة ان شاء الله انا الفترة دي بحضر الفيلم بتاعي بازن الله جديد بس يعني لسه في اعداد التحضيرية يعني لسه حتى لسه اسمه مش جاهز لسه الابطال مش ما استكرناش عليهم بس هي الفترة اللي جاية بحضر الفيلم بازن الله اخر سؤال ولي بده ان تكلم لك على مصر ام الدنيا هل انت حزين على مصر انا انا فخور بمصر في جميع احوالها وربنا يا رب معروف ان مصر بتعدي بالشدائد كتير قوي ودايما ربنا معانا وربنا حفزنا وان شاء الله نرجع احسن من الاول وهنرجع يعني عادي يعني كبوة وفي الدنيا عمتا لازم تبقى كده يعني مفيش حد سابت كويس مفيش حد لازم يقفيه صعب الانسان بيقابلها والبلاد بتقابلها وان شاء الله ربنا يصلحها المصر والوطن العربي كله يا رب وكل البلاد اللي فيها مشاكل دلوقتي يا رب يا رب يا رب يعني اللي سمعيننا دلوقتي يقوله امين يا رب يا رب نفرح ونغني على كل الاراضي دي ونحتفل كده فرحة نصر تامير حسني بتنا نقول لك شرفتين المغرب ومرحبا بيك الناس هاد ليلة راتيت سنوك والناس جايين باش يشوفوا الحفل ديالك بغين نقول لك باننا احنا فرحانين انك جيتي عندنا البلاتو النصفة مغربي يعني خاسك تجي عطلة مشي الشغل ان شاء الله انا نفسي اجي قعد الفترة الجاية ان شاء الله هاجي وحزور الاهل كلهم هنا وان شاء الله يعني انا نفسي اجي قريبا انت المراد يالك خليتها دوان قشة تغني طلع عرف الطبخ تتصوب لك مغربي ولا لا نعم المراد يالك باسمة قشة تغني واشتطبخ لك اكل مغربي اه رفيسة اه رفيسة هارياني رفيسة سامير حسني شكرا اه عفوا انا اللي بتشرف ان انا في المغرب وبغني اقصاد الشعب العظيم والارض العظيمة دي ربنا يعلم انا بحبكوا قدي ايه وانتوا في قلبي ازاي وكل الجمهور مش جمهور هم اهلي نعم وربنا يخليكوا لايو خلينا البعض وبشكر الاعلام المغربي والصحفة المغربية والف شكري جميع مشينا الكرا